موسيقى أهلا بكم إلى نشرة لسوريا اليوم وفي عنوينها الجيش الفتح يقترب من معاقل النظام بين أحمى واللذيقية وعشرات ضحايا في مجزرة بريف حمس الشمالي معارك مستمرة في جرود عرسال وجيش الفتح يعلن سحب جثتين مقاتلين من حزب الله العراق يعلن سيطرته الكاملة على مدينة بيجي بعد طرد داعش منها ارتكبت مقاتلات النظام السوري مجزرة في قرية زعف رانا بريف حمس الشمالي حين ألقت البراميل المتفجرة على منازل المدنيين مما أدى إلى 24 قتيلا وعشرات الجرحة تزامنا سيطر الثوار على نقاط استراتيجية على الطريق الدولية بين مدينتين لذيقية وأريحة أما تنظيم داعش الإرهابي فتراجع نحو كيلو مترين عن الحسكة نقاط استراتيجية على طريق الدولي بين مدينتين لذيقية وأريحة غرب سوريا سيطر عليها جيش الفتح بعد اشتباكات مع شبيحة الأسد المنسحبة من مناطق غربي أريحة وأخرى في ريف إدلب الغربي هذا ولا تزال اشتباكات مستمرة بين الثوار من جهة وكتائب الأسد من جهة أخرى في محيط بلدة فريكا آخر النقاط الفاصلة بين ريف إدلب ومواقع شبيحة النظام في منطقة سهل الغاب بين مدينتين حما والذيقية وفي ريف إدلب الغربي انسحبت أرتالون لكتائب الأسد من قرى محمبل وبسنقول وسنقرة والنحل آخر معاقل النظام وتوجهت إلى تجمع جورين في منطقة سهل الغاب كما سيطر الثوار على حاجز ومعسكر القياسات وعدة حواجز تابعة لجيش النظام على الطريق الدولي بين محافظتي اللاذقية وإدلب وفي حلب قتل العشرات إثر إلقاء من وحيات الأسد براميل متفجرة على حي طريق الباب وحي جب القبة وسط المدينة في حين استهدف الثوار أحد مقرات شبيحة الأسد في جبهة الراشدين بمدفع جهنم مما أوقع عدد من القتلى والجرحة في صفوف كتائب الأسد وفي ريف المدينة انهمرت البراميل المتفجرة على بلدات مارع وتنرفعة وحريتان ودارة عزة وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحة من المدنيين وأصابت منازلهم وممتلكاتهم بأضرار ريف العاصمة أيضا شهد سقوط عدد من القتلى والجرحة جراء غارة لطيران الأسد الحربي على مدينة عربين في حين سقطت خمس خذائف هون على ساحة السيوف في مدينة جرمانة موقعة إصابات في صفوف المدنيين وفيما يتعلق بتنظيم داعش استهدف طيران التحالف الدولي مقرات التنظيم الإرهابي في مدينة الصرين وقرية ديكان في حلب في حين تراجع التنظيم إلى بعد كيلومترين عن مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا وبالتحديد إلى محيط سجن الأحداث إثر اشتباكات عنيفة مع شبيحة النظام وتزامن ذلك مع مشاركة الأكراد في المعارك للمرة الأولى منذ بدء الهجوم وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر مشهد برميل الموت على الطفل الحلبي والناشطون يطلقون هاشتاغ نحن الطفل وأنت البرميل تقرير رشل حلبي لم يمر مشهد برميل الموت الذي سقط على هرفة نوم الطفل الحلبي يوسف حايك في سوريا مرور الكرام فكانت ردود الفعل الشاجبة للعمل الوحشي والإجرامي وأطلق المغاردون على تويتر هاشتاغ نحن الطفل وأنت البرميل الذي سرعان ما أصبح الأكثر تداولا على تويتر البعض استذكر الطفل حمز الخطيب الذي كان شرارة الثورة السورية فيما سأل أحدهم يقول نصر الله وبشار الأسد أنهما يحاربان التكفريين فهل هذا الطفل الذي قتله برميل الموت التكفري؟ كما نشر البعض صورا كاريكاتورية تعبر عن تلك الحادثة المؤلمة وأمام انحياز البعض الأعمى إلى ثقافة البرميل كتب المغاردون أطفالنا عصافير تغارد بالجنة ووحده جحيم حقتكم سيحرقكم في الدنيا والآخرة ولعل بكاء والد الطفل المفجوع ابنه ورثائه وهو أمام ناظريه تحت الأنقاض هي صورة من بين الملايين التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية والتي عرت الأعمال الإجرامية فأجازت لانحياز لطرف والقول نحن الطفل وأنت البرميل في القلمون نتمكن مقاتل وجش الفتح من سحب جثتين مقاتلين من حزب الله سقطا عند أطراف جرود عرسال ووسط المعارك المستمرة على أكثر من جبأة شهدت منطقة سهل الخيل ومرتفعات الرهوة اشتباكات عنيفة تقدم وسيطرة كلمتان تترددان بشكل يومي في إعلام حزب الله لكنها حرب إعلامية ورفع للمعنويات حسب مواصفتها المعارضة السورية في القلمون التي اعتبرت أن ذلك يأتي في إطار تغطية الحزب على خسائره التي يتكبدها حاليا في جرود عرسال فإذا التقدم الذي تحدث عنه حزب الله بسيطرته على قارنة التنور الواقع شرق جنوبي جرود عرسال نفت مصادر جيش الفتح هذه الأخبار وأشارت إلى أنها تمكنت من سحب جثتين مقاتلين من حزب الله سقطا في هجوم على أحدى نقاط تمركزهم في جرود عرسال وإذ فندت أخبار توسعة حزب الله بقع سيطرته بجرود عرسال أكدت مصادر جيش الفتح أنها تحتفظ بجثث تسعة من مقاتل الحزب مستغربة من أن بعض هذه الجثث قد أقيمت لها جنازات دفن من قبل حزب الله فيما لا تزال محفوظة لدى المعارضة وبالتزامن مع هذه المعلومات أفيد أن الجيش اللبناني شن قصفا براجمات الصواريخ على تجمعات للمسلحين في جرود عرسال وتتبعونا في نشرة سوريا اليوم بعض الفاصل الاندبندنت انسان داي خطر داعش تزايد والغرب يخدع نفسها أعلنت ميليشيات الحجر الشعبي والقوات العراقية فرض السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة بيجي شمال تكريت ورفع العالم العراقي على مبنى القائم مقامية وقد أسفرت معارك تحرير القضاء عن مقتل أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي فضلا عن تكبيدهم خسائر كبيرة بالمعدات من جهة أخرى قتل 22 عنصرا من تنظيم داعش في الموصل حين صدت قوات البشمرقة هجوما نفذه المسلحون بهدف إعادة قضاء مخمور إلى قبضتهم في جولة على صحف اليوم التي واكبت تطورات الملف السوري اعتبرت صحيفة الاندبندنت اون ساندي أن خطر داعش يتزايد وأن الغرب يخدع نفسه صحيفة الاندبندنت اون ساندي البريطانية نشرت موضوعا لباتريك كوكبرن تحت عنوان بينما يتصاعد خطر داعش يتزايد أيضا خداع الغرب لنفسه ويمهد كوكبرن لفكرته بالمقارنة بينما يقوم به الغرب اليوم وما فعله الأباطر الصينيون في عصر انهيار دولتهم حيث كان كبار رجال الامبراطورية يتلقون أخبار الهزائم العسكرية المتتالية للجيوش الامبراطور لكنهم ببساطة يعلنون الانتصار على قوات العدو البربرية ويوضح الكاتب أن خداع النفس الذي مارسه الصينيون في تلك الفترة هو نفس الأسلوب الذي يخدع به الغرب نفسه حاليا في الحرب ضد تنظيم داعش ويضيف أن الغرب والمتحالفين معه في الشرق الأوسط هشلوا حتى الآن في إيقاف زحف التنظيم الذي يبدو غير قابل للهزيمة منذ برزة على الساحتين العراقية والسورية العام الماضي أما ساندي تيليغراف نشرت موضوعا قالت فيه أن تنظيم داعش يستخدم موقع أمازون الإلكتروني لبيع مجلة دابك الناتقة باسمه والتي تمجد مقاتله وتدعو للجهاد وتصدر باللغتين الإنجليزية والعربية وتضيف الصحيفة أنه بإمكان الشاري أن يدفع ما يتراوح بين 5 جنيهات استرليانية و 17 جنيها للعدد الواحد الذي يصل خلال يوم واحد من الشراء وبالإمكان أن يتم تغليفه كهدية وتنقل الصحيفة أن مجلة دابك فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر وتستخدم تقنيات متطورة كما تتضمن مقالات وتقارير مصورة وأخبارية عن التطورات الراهنة في صحيفة الشرق الأوسط نطالع مقالا جاء فيها أن نظام بشار الأسد في سوريا يواجه ما يصفه خبراء أمريكيون بأكثر الضغوط قوة منذ بداية الصراع الذي دخل عامه الرابع وتنقل الصحيفة عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله أن الوقت حان للتفكير بشأن سوريا ما بعد الأسد الذي باته يواجه خياراتها سيرة مع زيادة خساريه في ميدان القتال وسط تقارير تؤكد أن عددا من أفراد الدائرة المقاربة من الأسد يسعون للحصول على تأشيرات للخارج أو يستعدون لاحتمال سقوط النظام رغم القص المتواصل المعارضة تنهي امتحانات الثانوية العامة في مناطقها إلى العاصمة المصرية القاهرة بدأ يتوفد المشاركون في اجتماع المعارضة السورية الذي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء برعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية ومشاركة نحو مائتين وعشرين معارضا سوريا وسيبحث المؤتمر في خارطة طريق تؤكد أن لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا وتدعو لتشكيل هيئة حكم انتقالي وإعادة بناء الجيش الوطني السوري رغم القصف المتواصل وإلقاء البراميل المتفجرة على مدنهم وبلداتهم أنهى طلاب الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي امتحانات نهاية العام في مناطق سيطرات المعارضة السورية بعد عشرة أيام على انطلاقها تحت إشراف وزارة التربية في الحكومة السورية الموقعة وبحماية فصائل المعارضة جرى بنجاح تنظيم امتحانات الثانوية العامة في مناطق سيطرة الثوار في سوريا بالرغم من المعاوقات الأمنية وقصف طائرات النظام المتواصل نحن تواجدنا في هذا المكان لتأمين الناحي الأمني للأخوي الطلاب ولفضل تجمعات سيارات حتى الطيران يستهدف المكان ولتأمين الطلاب الأمني هذا ولقت الامتحانات إقبالا كبيرا من الطلاب بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها معظم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ممثلة بقصف النظام المتواصل عليها بطائراته ومدفعيته الحمد لله رب العالمين الأسئلة كتير كانت سهلة والمراقبين سهلوا معنا والشباب كلها قدمت منيح إن شاء الله الوضع كتير تمام وخوفا من استهداف مقاتلات الأسد لمراكس سير الامتحانات منعت الكاميرات من نشر أي مواد مصورة عن الحدث إلا بعد الانتهاء من سير العملية طبعا التمويل بما يقابل ازدياد عدد الطلاب الهائل الذي أصبح عندنا هذا العام العام الماضي كان عندنا في إدلب ثلاثة آلاف واثنان وخمسون طالبا وطالبة طبعا في هذا العام تجاوز العدد الخمسة عشر ألفا يعني ثلاثة أضعاف العدد السابق والامتحانة تسير والحمد لله رب العالمين بمهنية عالية من زملائنا وأسرار من طلابنا على متابع التعليم ونيل الشهادة مدير تربية مدينة إدلب في الحكومة السورية الموقتة جمال شحود قال إن صعوبات كبيرة واجهت عملية تنظيم الامتحانات لكن نزولا عند رغبة الطلبة وسعيهم لكسب العلم والمعرفة نظمت الامتحانات في موعدها نصف الامتحانات هذا العام تسير الحمد لله بسلاسة وبتقعة عالية بتقنية لأننا يعني سفدنا من تجربة العام الماضي والعام قبل الماضي عدد الطلاب في تساعد هذا العام خاصة بعد تحيير محافظة المحافظة محافظة وتحليم الدجس شعور يذكر بأن كتائب الأسد حولت قرابة 1200 مدرسة في سوريا إلى مراكز اعتقال وتعذيب في ظل اقتضاظ السجون المركزية للنظام بأعداد كبيرة من المعتقلين تجاوزت 215 ألفا وأغربهم معتقلين تعسفيا بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الختام تذكير بعنوين النشر جيش الفتح يقترب من معاقل النظام بين حماوة الهدرقية وعشرة ضحايا في مجدرة بريف حمص الشمالي معارك مستمرة في جرود عرسال وجيش الفتح يعلن سحب جثتين مقاتلين من حزب الله والعراق يعلن سيطرته الكاملة على بيجي بعد طرد داعش منها إلى هنا تنتهدينا الشراء شكرا لإصرائكم وإلى اللقاء إن شاء الله اشتركوا في القناة